اهلا بكم مشاهدينا الى حوار اقتصادي جديد عبر الميادين كتب الرئيس الامريكي باراك اوباما في صحيفة الواشنطن بوست هذا الاسبوع قائلا ان العالم يتغير ومعه تتغير القواعد والولايات المتحدة لا تملي عليها دولة قصين معلنا ان عقد اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ يتحل بلاده تحديد قواعد التجارة العالمية التي ستضطر بقية دول العالم للالتزام بها هو الاستعلاء الامريكي بأوجهه كافة وهو ايضا رفض مضمر ومعلن لتعدد الاقطاب وانه لا قوة في هذا العالم غير الولايات المتحدة لم يلتفت اوباما الى ان وزراء تجارة 12 بلدا وقعوا في شهر شباط فبراير الماضي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي ستشكل في اطارها منطقة التجارة الحرة في اسيا والمحيط الهادئ وهو لن يلتفت الى ان 40% من الاقتصاد العالمي يتركز في بلدان المحيط الهادئ وكذلك ثلث التجارة العالمية وبلدان يبلغ عدد سكانها مليار نسمة لنترك هذا جانبا كما فعل اوباما نفسه ونلتفت الى القارة العجوز التي زارها الرئيس الامريكي حاملا معه اتفاق المواجهة مع المحيط الهادئ المتمثلة باتفاق التجارة الحرة مع اوروبا التفاف ظاهر على الشراكات الاقتصادية الاقليمية بقيادة الصين لتشكيل منطقة تجارة حرة بين 10 بلدان من اسيا و6 بلدان لديها اتفاقات ثنائية مع اسيا لكن هل ينجح بذلك؟ سؤال قد تبدو الاجابة عليه سهلة فحتى اوروبا السعي الى شركتها التجارية لم تتفق اوباما على الكثير من الشروط والنقاط في ظل معارضة فرنسية والمانية ووثائق سربتها منظمة كريم بيس البيئية العالمية سنناقش كل هذا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور وليد عربيد وهو استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية اهلا بك دكتور عربيد عبر الميادين من المقدمة برأيك هل ينجح الرئيس الامريكي باراك اوباما في مساحة لاقامة شراكة اقتصادية مع اوروبا ام ان امام هذا يعني العديد من الصعوبات والرفض الاوروبي من بعض الدول يعني اولا الملاحظة الاولى التي نستطيع القول بها بان ايام اوباما في السلطة اصبحت معدودة وانتقاله اليوم من المحيط الهادي الى اوروبا يعني انه يحاول كسب الوقت حتى وصول الرئيس الجديد ولكن العلاقات الاوروبية الامريكية اليوم تمرت بفترات متفوتة لان الولايات المتحدة الامريكية كما ذكرت حضرتك في التقرير بان فاشنطن تحاول ان تقول دائما بانها القوة العظمى في العالم والباقي من الدول وخاصة الحلفاء والشركاء في اوروبا هم دول او اقطاب يعني وراء الولايات المتحدة الامريكية في علاقاتهم مع الدول الصاعدة طبعا اليوم هناك عالم متجدد وعلاقات دولية جديدة والعلاقات الدولية من الممكن ان تكون سياسية واقتصادية طبعا اذا لاحظنا اليوم الولايات المتحدة الامريكية تحاول التطويق الاتحاد الصيد من الناحية العسكرية والسياسية ببناء القواعد العسكرية في الفلبين في استراليا وحتى في اليابان وحتى في كوريا الجنوبية ولكن هذا لا يمنع بأن الصراع بين الصين والولايات المتحدة الامريكية هو بمفهومه هو صراع اقتصادي وهو صراع مالي لذلك اليوم الولايات المتحدة الامريكية حين انتقلت من المحيط الهندي الهادئ الى الولايات المتحدة الامريكية لطرح التعاون الاقتصادي ولكن هذا التعاون الاقتصادي كما ذكرت أن الرئيس الفرنسي وحتى مركة المستشارة الانمانية لم ينظروا بعين من بهذه الالتفاة الامريكية وخاصة أنها تأتي في أواخر أيام ومضى في السلطة دكتور عربيد برأيك الولايات المتحدة لم تقتنع إلى الآن بأن هناك العالم تغير اقتصاديا هناك بات العديد من الأقطاب يعني برأيك تحدد الأقطاب لم تهضمها بعد أمريكا أولا الولايات المتحدة الأمريكية بالملفات العديدة التي تلعب ضبرا رئيسية بها منها يعني أوكرانيا الشرق الأوسط وحتى اليوم أنه الصراع مع صين أو مع الهند في آسيا يعني حاولت تهميش دور الولايات المتحدة ويجب أن لا ننسى أنه عام 2003 يعني حين فسلت الولايات المتحدة الأمريكية عيام جورج بوش الابن قرار 14 و 41 بأن البند السابع بالأمم المتحدة يحق لها استعمال القوة أوروبا وقفت وقت ذاك بأن لا يعني البند السابع أنه بحق لقامة حظر على على العراق هنا يتضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تحاول يعني أن تكون بأنها هي القوة العظمى التي تملي على العالم سياستها إن كانت سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى ثقافية وأنه رمز في التوقع ماجهة و إلى أوروبا وقال أن هذه القارة هي قارة عجوز طيب الربط بين يتون اليوم هو اليوم لماذا يسموه بالفرنسي فلورتي يعني يعني العناق من تحت الطول بين الروس والأمريكيين خاصة على الملف العالق في منطق تشارق العوسة هذا أندل على شيء فهو يدل على أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يكون هناك ارتباط بين القرى الأوروبية وآسيا عبر الربط الروسي لأنه نرجع بمفهوم العلاقات الدولية إلى ما يسمى أوراسيا أوراسيا يعني إذا صار الربط بين أوروبا وآسيا تصبح الولايات المتحدة الأمريكية وقد ذاك دولة مهمشة بعيدة عن منطقة السراع طيب برأيك أوروبا هل ستسير يعني بالركب نفسه في ظل معارضة فرنسا وألمانيا عبر الحزب الاشتراكي في الحكومة وستقف بوجه طموحات أوبارما بإقرار هذا الاتفاق التجاري الحرة مع أوروبا هناك معارضة فرنسية من الرئيس فرنسواء أولوند ورئيس الحكومة كان لافت عن هذا الاعتراض فرنسا يعني تعرض أي مشروع دائما للهيمنة الأمريكية على أوروبا ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية سأعود إلى 2003 يعني استعملت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها الأساسي في أوروبا وهو ألمانيا وفرنسا اليوم الرئيس فرنسواء أولوند أو إيمانويل فاز رئيس الحكومة يستعون إلى أن يكون هناك دور لفرنسا خاصة بأن فرنسا تعاني من أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية لأنه تهداد اليوم الأزمات العالمية وخصوصا ملف الإرهاب وملف اللاجئين على أوروبا يعني تضع أوروبا في موقع العاجز على التصدي طبعا هناك أيضا الأزمات لحد الآن أنه قامت الولايات المتحدة الأمريكية كما قامت في السابق في دفع إلى قيام أزمة بين جورجيا والاتحاد الروسي اليوم هناك أزمة بين أوكرانيا وروسية ولكن لم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حسب أمرها في حل حل هذا الملاف بينما أوروبا غير مستفيدة لأنه أولا متضررة من الوضع الاقتصادي بالعلاقة مع روسيا لذلك أنا طرحت قصة أن هناك عناق تحت طولة بين الروس والأمريكين بقصة الملاف طيب وبالنسبة يعني متابعة للموقف الفرنسي وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون التجارة الخارجية ماتياس فوك قال ردا على سؤال عن احتمال وقف مفاوضات الشركة الأطلسية والتي بدأت بالمناسبة عام 2013 قال إن هذا هو الخيار الأكثر احتمالا نظرا إلى مطالب أمريكا ماذا تطالب أمريكا من أوروبا حتى يعني وقف بعض الأوروبيون وهددوا بوقف هذه المفاوضات يعني أنا بالنحية للجيو والنحية الاقتصادية تعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها يعني قوى اقتصادية يعني مهيمة على اقتصادية الاتحاد الأوروبي ولكن لدى أوروبا الحليف لأن هناك ملفات عالمية يجب تكون أوروبا وراء الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعني السرارة المستقبلية سيكون بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في أفرية والمطلوب اليوم من أوروبا أن تكون خلف الولايات المتحدة لذلك عملية الضغط ولكن هذا الضغط أنا بأعتقد الفرنسيين إذا يجرأوا وقالوا الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أوباما من هلأ لا فترة من الزمن يعني لا يغادر السلطة لا يصير في تغيير كما سيحصل في فرنسا لذلك أنا أعتقد اليوم قصة قضية الأطلسي يعني تهديد بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ودخول أوباما إلى العامل أنه دعم بريطانيا بأن لا تخرج من هذا يعني هناك سياسة أطلسية داخل الاتحاد الأوروبي هذا يضر في مصالح المحور الأساسي اللي هو الألب اللي هو ألمانيا وفرنسا لذلك أنا أعتقد الموقف منصق مع الموقف الفرنسي مع الموقف الألماني منصق تنسيق تام بعدم هيمنة القرار هذا التجارة العالمية على القرار الاقتصادي في أوروبا أيضا يجب هوني الدخول بعالم أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول تخويف أوروبا بأنه الصين هي القوى الصاعدة اقتصاديا وأن أي ضعاف للموقف الأمريكي التي يعني طرحت العولمي والأقليمي هو ضعاف للعالم الغربي وأنني بدي لك شيء شغل كتير كتير أساسي صدر كتاب في أوروبا في فرنسا بالتحديد من مدة سنة باسمه بالفرنسي يعني انهيار الغرب وعالم أنا بأعتقد أنه هلأ تبحث من الناحية الاقتصادية لأن الملفات ليست ملفات سياسية الملف الأساسي هو ملف الاقتصاد الاقتصاد بين ضفتي الأطلسي أي بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية دكتور عربيد هل توافق على ما يقوله بعض الكتاب الأوروبيون أن لا ثقة بين الطرفين الأوروبي والأمريكي لإقامة منطقة تجارة حرة أود الإجابة بعض الفاصل لو سمحت شكرا أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع هذا الحوار الاقتصادي مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد عربيد أهلا بك دكتور وليد هل توافق كما ذكرت لك على ما يقوله بعض الأوروبيين أن لا ثقة بين الطرف الأمريكي والأوروبي لإقامة منطقة تجارة حرة يعني الأوروبيون يريدون اتفاق تجارة متوازن بينما الأمريكيون يريدون اتفاق لمصلحتهم وليس لمصلحة أوروبا أو بالحد الأدنى يكون متوازن ما بين الطرفين أنا لحل أدع لك لأن هذه أشكالية مهمة هناك عدم ثقة دائما بين الأوروبي خاصة المحور الألماني الفرنسي تاريخيا فرنسا تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي الدولة المفكرة التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على ناجل استقلالها بينما ألمانيا تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها العدو التي دمرها أو حتى لو كان بنظام يعني معناتها بعد في رواسب رواسب تاريخية ولكن اليوم النظر إلى عالم متعدد الأقطاب أوباما جاء على لسن أوباما أنه اليوم نحن في عالم متعدد الأقطاب بداية ولكن تبقى القوة العزبة هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في بعض القيادات والمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا نحن الأمبراطور نحن ندير شؤون العالم وأوروبا التي لديها تاريخ مهم أنه أيضا أنه دائما دورها مهمش لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن أوروبا هي عملاق اقتصادي ولكن ليست هي قزم سياسي وعسكري ولكن العملاق الاقتصادي يجب أن يمر دائما بالمتطلبات الاقتصادية الأمريكية هذه المتطلبات أود أن أسألك دكتور عربيد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أكدوا بعد جولة المفاوضات الشهر الماضي في نيسان إبريل أن إبراما الاتفاق هذا العام كما يرغب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يزال يتطلب القيامة بعمل مهم وتقديم تنازلات ما هي هذه التنازلات؟ أولا أوروبا لن تقدم أي تنازلات خاصة أن الرئيس سين هولوند وأوباما هولوند بعد سنة انتخابات فرنسية وأوباما يعني انتخابات على الأبواب في الولايات المتحدة الأمريكية لا حد هلأ مش هم نعرف نحن ترامب أو كلينتون مين بده يكون جاي رئيس الجمعي بعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بالتحديد تحاول تكون شريك بالفرنسي بارتوناير أنه نتكلم مع جميع الملفات ملفات الاقتصادية والتبادل الاقتصاد وبالتجارة الحرة ولكن لن تكون يعني تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة اليوم أنه العلاقات الدولية الجديدة هي بحالة نسج جديد وما هو موقع أوروبا كقطب هل سيكون قطب أوروبا لحد الآن الاتحاد الأوروبي قطب في هل عالم متعدد الأقطاب إلى جانب الاتحاد الروسي إلى جانب الصين إلى جانب إلى جانب البرازيل كل ذلك يعني يطرح يعني يطرح في المفاوضات لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن اليوم هي تدير شؤون العالم والأوروبيين بالتحديد فرنسا أنه أصبحوا مهمشين في الشرق الأوسط خاصة الملف الشرق الأوسط لأنه سيسبيكو مئة سنة اليوم أنه كان النظام الأمني لمدة مئة سنة في أوروبا في القرن العشرين هو نظام أوروبي اليوم أصبح اليوم نظام أمريكي بامتياز لكن هناك شركة آخر هو الاتحاد الروسي طبعا تنزل ذلك فرنسا وألمانيا أوروبا يعني ككل إلى هذا يعني الدور الأمريكي بأن تهميش أوروبا يعني ساعدها على يعني يعني وصول الأزمات إلى قلب أوروبا وبالتحديد ملف الإرهاب واللاجئين لأنه كمان بيلعبوا دور كثير واللافت أنه دكتور عربيد مقاله رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس بما معناها أنه بلاده باتت خارج هذا الاتفاق وهو موقف يعني لافت أن أوروبا قال قال أن أوروبا تعرض الكثير ولكنها لا تلقى سوى القليل وأن من يتحمل مسؤولية فشل المفاوضات هي أمريكا وسياستها الخاطئة يعني حمل مسؤولية فشل الاتفاق التجارة الحرة أن حصل لأمريكا لماذا هذا الموقف يعني المعارض أو المتشائم يعني أولا الحزب الاشتراكي الفرنسي اليوم تار فيه هناك أزمات داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي وأنه إمانويل فالس يعني ينظر إلى المفاوضات الأمريكية الأوروبية بأنها لا تأتي لصالح أوروبا وأن الهيمنة دائما عبر طرحة مشروع المودينيزيزيون العالمي والإقليمية أنه كانت تضع دائما الدور الفرنسي أو الدور الأوروب الدور الألماني مهمشين بملفات مهمة يعني تساعد نشوف المواقف الأمريكية تجاه ملف اللاجئين مثلا لحد الآن بعضه تكلم في بداية الحلقة على أوكرانيا لم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع يساند أوروبا لكن مشروع الأمريكي شيء والمشروع الأوروبي شيء تاني هون تريد أن توائم مبين الله في كتاب صدر مؤخرا في فرنسا أنه لغوب لغيون أوروبا والشرق بس من أي سنة 1498 أنه كيف هجمت الولايات الأوروبا إلى الهند من أجل شراء التوابل وهذه كانت العليقة هل ستعاد هذه العلاقة يعني الأوروبية الأسيوية أنا أعتقد هذا ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية يبقى شغل كثير أساسي وهي هو ملف رئيس النقد الدولي دومنيكشو كان أنا أعتقد أنه هذا ملف مركب كان عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه طرح إشكاليات بالاقتصاد وهو التعاون الأوروبي الصيني بقصة المالية يعني إنشاء عملة تكون بديل عن الدولار وعن الأيرو بعتقد أنه هذا ملف من الملفات اللي يجب على المؤرخين الأوروبيين وغير الأوروبيين يكشفوا فيما بعد طيب الموقف الأوروبي كمان يبدو أنه متشائم مش بس تحديدا فرنسا أو ألمانيا رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي براند لانجي أعرب عن شكوكه في إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبرأيك هل ما كشفته منظمة كريم بيس العالمية للبيئة هذا الأسبوع عن وثائق سرية مسربة تفيد أن أمريكا قدمت خلال مفاوضات الشراكة الأطلسية طلبات كثيرة منها رفع الحظر عن استراد الأغذية المعدلة وراثيا في أراضيها والوثائق تؤكد وجود تهديدات للصحة والبيئة والمناخ ولهذا تحرك جريم بيس هذا موقف أوروبي مستتر عبر جريم بيس بأن أمريكا تخارق أو تخالف القواعد البيئية في أوروبا طبعا هناك ملفات كثير الفرنسيين حريصين عليها قصة الأوروبيين وحتى بالوقت قصة التطور الحاصل بقصة التي تكلمت عنها جريم بيس أنا أعتقد كمان الأوروبيين لحد هلأ لم ينسوا قضية التجسس على ميركيل وعلى ساركوزي يعني الرئيس السابق وأنه كان هناك قاعدة للتجسس على خطوط الهواتف النقالي المتواجدة يعني معناتها الدخول في خصصيات تنشي الإسبيوناج الإيكونامي يعني وهذا يؤكد اللاثقة الذي تحدث ليس هناك ثقة بين أوروبا الأوروبيين المسؤولين الأوروبيين واليوم وتأتي هذه اللاثقة أنه وجود أنه أوباما يأتي بآخر عهده أنه شو بد أكتب أنا أعتقد أنه يصير فيه رفض لا يجي حد رئيس جديد ممكن يضله أربع سنين أو ثماني سنين يقود المفاوضات حسب الترفعين أنا أعتقد أنه بالوقت الحاضر الثقة غير موجودة بين الطرفين وبالتحدي مع القيادات الفرنسية يعني هولنوند كرئيس جمهوري بالوقت الحاضر الضعيف يعني الاتفاق سيدفن بسبب الثقة ليس أنه سيؤجل أنا أعتقد أنه لا يصير فيه حوافز جديدة من الثقة ولكن أنه كمان أوروبا تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنه نحن شركاء وليس أتباع واليوم أنت بالملفات العالمية بعادة رسم خارطة جديدة من العلاقات الدولية بعالم متجدد بعالم متعدد الأقطاب أين هو موقع أوروبا إذا دايما الولايات المتحدة الأمريكية تملي سياستها مش الاقتصادية وغير الاقتصاد والعسكرية على أوروبا دكتور عربيد خبراء يقولون أن محاولات الولايات المتحدة لا تقتصر على تعزيز تأثيرها في منطقة المحيط الهادئ على اتفاقية الشراكة بل تعدتها في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية واليابان ويرى هؤلاء الخبراء في تلازم المحورين الاقتصادي والعسكري محاولة أمريكية لزعزعة الوضع في المنطقة وعزل ومحاصرة الصين وروسيا كم ترى هذه القراءة الدقيقة مزبوط حتى لأنه أولا نرى أنه اليوم المناطق بعد انتهاء يعني إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط يعني مغادرة القواعد الأسكرية الأمريكية منها الخليج إلى بحر العرب إلى المحيط الهندي إلى المحيط وهو تطويق الصين لأنه يعني في عوامل الصين اليوم هي قوة اقتصادية الصاعدة أنت تعرف أنه هناك مديونية كبيرة للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن من الناحية العسكرية لا تستطيع الصين اليوم مطالبة فلذلك اليوم هناك تطويق بناء القواعد العسكرية في أستراليا بناء القواعد العسكرية في الفلبين أيضا واليوم شهر العسل بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية وهذا يدل لأنه كان في أزامات تاريخية حدودية بين فيتنام والصين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الصين تدعم بطريقة غير مباشرة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية كوريا جنوبية الممر القلاف على الجزر بين الصين واليامان تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الجيوسياسية والاستراتيجية أن لا تكون هذه الجزر صينية لأنه يصبح الممر المائي ممر دولي تستطيع البوارج العسكرية الأمريكية لكن حين تصبح هذه المنطقة الصينية بدأت تصير تبرم برمي أنا أعتقد اليوم الصين والولايات المتحدة الأمريكية قوتين يتصرعان على من يكون في بعد 30 سنة يعني من هو الزعيم الولايات المتحدة الأمريكية لن تتقلى عن نظرتها وحلمها بأنها هي تدير شؤون العالم والصين هي القوى الاقتصادية ساعدة ولكن بحاجة إلى عاملين عامل عسكري وعامل ثقافي الدكتور وليد عربيد أستاذ العلاقات الدولية في الجماعة اللبنانية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مشاهدين الكرام إلى هنا وينتهي هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسنا نتابعا نلتقي الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة